كأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا والعراق دولتان جارتان تربطهما روابط تاريخية وثقافية عميقة الجذور مشيرا إلى تطور العلاقات وتقييم فرص التعاون خاصة في مشروع طريقة تنمية أردوغان أكد أن التنظيمات الإرهابية تشكل مخاطر أمنية لتركيا والعراق وأن الحرب على جميع التنظيمات الإرهابية ستخدم السلام والاستقرار في البلدين مشيرا إلى أن تركيا تثمن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة العراقية ضد تنظيم بيكاكا كما أوضح أردوغان أن العدوان الصهيوني الذي ينتشر تدريجيا في منطقتنا يشكل تهديدا للسلام الإقليمي والعالمي ويجب على المجتمع الدولي وخاصة دول المنطقة تحرك بشكل جماعي لمنع ذلك وضمان السلام والأمن